القصة بتاعت النهاردة من اجمل القصص اللي هتسمع عنها في حياتك باختصار كده ان كان فيه قطة اسمها ماشا كانت بتتجول في احدى شوارع روسيا بتدور على اكل يعني المهم كانت دخلت في شرع مهجور واتفاجأت ان فيه هناك كارتونة جوا طفل صغير تقريبا كده لسه مولود بقاله ايام والمشكلة بقى ان الجو في اليوم دوت كان برد جدا بسبب موسم التلج والقطة ساعتها ما كانتش عارفة تتصرف ازاي وخصوصا ان ما فيش اي بشر في المكان او حد قريب منها علشان يساعدها لكن سبحان الله طبعا كان جيف بالها ان هي تموء او زي ما بنقول كده ان هي تناونة وبصوت عالي جدا لعل لو عاسى حد يسمعها ويجي يلحق الطفل دوت قبل ما يموت وفضلت على الحال ده لحد اما كان فيه ستة جبيرة معدية اسمها السايدة ليرنا وقدرت ان هي تسمع القطة وراحت بسرعة علشان تشوف فيه ايه وإن اللي بيحصل ولما وصلت عندها ولقت الطفل كان اتخذته على اقرب مستشفى علشان تطمن على صحته ويقدمولي الرعاية الكاملة هناك ولما الشرطة جات وسألت السايدة ليرنا انت لقيت الطفل ده فين قالت لقيته في الشرع المهجور اللي هو قريب من السكن بتاعي كنت سمعت صوت القطة بتصرخ بصوت عالي فظنت ان هي مصابة او في حاجة معاها ولما وصلت عندها اتفاجئت ان هي نايمة فوق الطفل جوة الكرتونة علشان تدفيه بشعرها في البرد وهو ده كل اللي حصل وطبعا الشرطة كانت تكملت التحقيقات بتاعتها قلنا رأيك في التعليقات دلوقتي فاللي القطة مشى عملته وفي النهاية لو عجبتك القصة ده اطلاها لايك ولو حابب تدعمنا اشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه سلام